تنتظر مئات الآلاف من الوسر العراقية التي أضناها الآلم والترقب للكشف عن مصير أبنائها المغيبين قسرا منذ سنوات من دون نتائج تذكر على مطالباتهم المستمرة للجهة الحكومية التي تهمل ملف المغيبين بشكل متعمد ولدنا خذوهم لا نعرف مصيرهم مويتين طيبين ولا حد داعبين لا محافظ لا غير لا حكومة لحد الآن معكم أي مطالب معكم الحكومة ذو المغيبين قسرا طلبوا لجنة الإخفاء القسري الأممية التي تزور العراق حاليا بالاستماع إلى شهاداتهم وعدم الاكتفاء بشهادات السلطات الحكومية وطالبت منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وعشائرية اللجنة التي ستزور محافظات بغداد والأنبار وأربيل ونينوى بعدم الاكتفاء بتقارير السلطات التي تزيف الحقائق في ظل وجود مأساة مستمرة منذ عشرين عاما لأسر لا تعرف مصير أبنائها وذكرت اللجنة الأممية من قبل أن العراق لازل يضم أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في العالم وسط تقاعس حكومي عن ضمان إيقاف هذه الممارسات أو توفير سبل الإنصاف للأسر المتضررة من ذلك ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإنه يوجد في العراق أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين في العالم إذ يتراح عدد المفقودين منذ عام 2016 إلى عام 2020 بين 250 ألفا ومليون شخص أما منظمة هيومين رايس ووش فقد وثقت أعمال الإخفاء القسري المستمرة على أيدي قوات الأمن في العراق على حين تحدث مرصد أفاد عن خطف العشرات من الناشطين والمتظاهرين على أيدي الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الحكومية ويعد ملف المفقودين والمغايبين قسرا من أكثر الملفات توسعا في العراق إلا أن التعامل معه ليس بالمستوى المطلوب فهو مهمل من الجهات المعنية بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان فضلا عن أن القانون في العراق تحكمه القوى السياسية والميليشيات التابعة لإيران والتي تهمل ملفات الانتهاكات مما يسهم بشكل خطير في استمرار مرتكبي أعمال الإخفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع اشتركوا في القناة